بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد مع القاعدة الثانية ولا مع استثناءات التحويل من المذكر إلى المؤنث قلت لكم المرة اللي فاتت في الفيديو السابق أن القاعدة العامة للتحويل من المذكر إلى المؤنث في اللغة الفرنسية ما هي تغيير الارتكل ولا لديترمينان ديفيني ولا انديفيني ونزيدو لأ للكلمة قلنا أن نانو مسكولن плюс أ يتقال أن نانو فمينة هذه الحالة العامة إلا في الكلمات التي تحتوي على أ في آخر الكلمة في السيغة المذكر هذه ما نغيرو فيها والو قلت لكم فقط نغيرو الارتكل ولا لديترمينان اللي هو الان يولي اون والل يولي لا إلا في استثناءات الاستثناءات رح نطرقه لأول حاجة أول حاجة الكلمات التي تنتهي بأ أغ ولا بإي أغ الكلمات التي تنتهي بأ أغ ولا إي أغ عند تحويلها إلى المؤنث يعني من المذكر إلى المؤنث وش رح نديروه رح نضيف الأ ورح نضيف ورح نضيف أكس أكسان غغاف الأكسان اللي تتاجه نحو اليمين هذه الشلطة اللي تكون فوق الحروف تتاجه نحو اليمين سميوها أكسان غغاف عندي درس على القناة على الأكسان اللي بغا تتشوفوا تروح للقناة إن شاء الله تلقاه وبإذن الله نعاوده لكم والله نحط لكم الراب بتاع درس الأكسان وكتاح تكون غغاف وكتاح تكون أغ وكتاح تكون سيركون فلكس هنا للتحويل من المذكر إلى المؤنث في الكلمات اللي تنتهي ب-ER وش رح نديروه نديرو نغيرو الأختيك لتوجوغ نفس الشيء درقاه هذا ونزيدو ل-E آخر الكلمة نزيدو ل-E ونزيدو أكسان غغاف الأكسان غغاف هي الشرطة هذيك اللي تصد إلى الجهة اللي منها فوق الحروف فوق حرف الأ alors نشوفو الكلمات اللي تنتهي ب-ER نقولو عفوان un boulanger تولي une boulangère une boulangère رحو الكلمات اللي تنتهي ب-ER نفس القاعدة مثلا premier تولي premier وش زدنا زدنا ل-E وزدنا أكسان غغاف زدنا ل-E وزدنا ل-Akson غغاف انفرمي تولي انفرميار انفرميار توجو مع تغير ل مثلا ل-Premier يولي La-Premier مثلا un انفرمي تولي une انفرميار هكا ونا توجو وش نديرو نغيرو ل-Article تعنا سوى ديفيني ولا انديفيني ونزيدو هذ الزوج إضافات نزيدو لأ ونزيدو أكسن غراب نزيدو لأ ونزيدو الأكسن غراب نعود القاعدة الكلمات التي تنتهي بأر ولا إي أر في اللغة الفرنسية عند تحويلها من المذكر إلى المؤنث وش نديرو؟ نضيف الأ أخر الكلمة ونضيف الأكسن غراب في الأ أصلي في الأ أصلي كما قلنا هذا هو الفيديو اليوم شفنا فيه الاستثناء الأول أثناء تحويل الكلمات من الصيغة المذكر إلى الصيغة المؤنث في اللغة الفرنسية الحالة اللي يكون فيها الموت تعنا ولا لنوت تعنا ينتهي بأر ولا إي أر الفيديو تاقي اليوم كمل نتمنى إن شاء الله يكون فيدتكم ما تنسونيش من الجام ما تنسونيش من الجام دمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر